اشتركوا في القناة علينا مؤشر او احصائية تزيد العراقيين كآبة واسن وحزن على بلدهم هذا الرائع تزيد هذا الشعب الجميل الرائع الطيب المبدع تزيده حزن واسن وكآبة على بلده ومنها اخر ايام صدر قبل يومين وثلاثة صدر في الاسبوع الماضي بالتحديد صدر مؤشر عن البلدان الاكثر تلوثا في العالم الهواء متلوث بها بالعالم واذا بالعراق البلد الثاني في العالم بعد شاد بعد دولة شاد العراق ثانيا يعني التلوث اللي وخاصة في بغداد الآن الحديث عن بغداد وصل التلوث الى مستويات خطيرة جدا يعني المختصين يعرفون يقولون تناهز 173 وحدة في مقياس درجة تلوث الهواء المسمى اي كيو اي وهو هذا يعادل دعش ضعفا عما كان عليه المؤشر في بداية التسعينات لاحظوا يعني التدني الذي يصل يعني اقتصاديا احنا وين اجتماعيا وين عسكريا وين امنيا وين صناعيا وين تجاريا وين زراعيا وين رفاهية وكل هالنظافة الخدمات التربية التعليم الصحة كل شيء بالعراق تدهور وصلنا الى واحدة من هذه هي التلوث الكثير يتحدثون هي المختصين يتحدثون انه هناك تصحر في العراق قد حصلوا وبتعمدوا بيهمال من الحكومات التي جاءت منذ عام 2003 لحد الآن تشجير لا لا يوجد في العراق حرق الازبال داخل المدن بشكل كبير جدا وجود الازبال هذه الغازات المصاحبة استخراج النفط هذه شوفوا البصرة كيف حال البصرة وحال الهواء وهذا وهذا الطيبين الجميلين يتحملون يعني كأنهم يحملون هذا النفط على اكتافهم ومالهم غير ربما حتى ثمن حملة على اكتافهم للنفط هذا ما يحصلون عليه عايشين عيشة من اسوأ وما يمكنهم تنفسونها غواء ملوثا والغازات تحرق ولا نستفيد منها ومستورد غازات من نيران مساحات خضراء اختفت في العراق لا توجد رئة يتنفس منها اهل العراق يعني رئة خضراء يتنفس منها اهل العراق ما قل بغداد يتحدثون عنها انه من اكثر مدن العالم تلوثة بغداد مصمم مثل ما تعرفون اعزائي المشاهدين مصمم الاستيعاب ثلاث ملايين مواطن وهذا التصميم استيعاب ثلاث ملايين مواطن بمعنى انه الكهرباء مصممة لثلاث ملايين مواطن الانابيب المياه الصالحة مصممة ومحطاتها مصممة لثلاث ملايين مواطن مياه الصرف الصحي مصممة لثلاث ملايين المستشفيات والمدارس وكل شيء مصمم الآن في بغداد يعيش اكثر من 12 مليون مواطن بسبب تصحر بسبب الجفاف بسبب البطالة فالناس تنتقل الى المدن انتقلون الى بغداد للحصول على العمل لذلك بغداد تضخمت بهذا الشكل غياب التخطيط العشوائيات الآن في بغداد تصرب الغازات من شبكة الصرف الصحي غاز الميثان مثلا هذه شبكة الصرف الصحي المتهالكة لان كل البنى التحتية في العراق متهالكة الآن انتهت حقيقة انهوها خلال 20 سنة ولم يعني ما صارت ادامة عليها ولم يبنوا بنى تحتية جديدة لذلك تهالكت غاز الميثان الكثير يتحدثون في مناطق كثيرة من جنوب بغداد الناس تركت المناطق بسبب الغازات والناس اللي عدها امراض صارت عدها امراض وهربوا الى مناطق اخرى مشاريع الصرف الصحي القديمة المتحالكة هذه كلها كلها لها شحة المياه البناء العشوائي الاعداد الكبير للسيارات يعني كم عدد السيارات الآن موجودة في بغداد هذه كلها تنفذ غازات وحرق العزبال في داخل المناطق وفي داخل حدود مدينة بغداد هو يقول لك خارج بغداد يا خارج بغداد يا وين خارج بغداد فحرق العزبال في هذه المناطق وكل الغازات هذه وكل الادخنة تدخل الى بغداد وتلوث اواء الاعداد الهائلة من المولدات التي تولد الكهرباء هذه المولدات الاهلية هذه كلها تطلع غازات وهي يعني هي بالغاز تشتغر وغازات هذه كلها تلوث الجو كل هذا ادى الى ان يكون العراق من الدول الاكثر تلوثا وبغداد مدينة من اكثر المدن تلوثا مع الاسف الشديد الآن اهلها يعانون من امراض كثيرة فهذه تنعكس على الناس في امراض كثيرة من الربو وغيرها وسلطانات وغيرها كلها طبعا اضافة الى تلوث تلوث البيئي امريكا فعلت ما فعلت باليورانيوم واليورانيوم المنظب والمقذوفات اللي رمتها على العراق والمقابر اليورانيوم اللي وجدتها بالعراق ودفنت بها كثير من هذه كلها الكوارث حولت العراق الى صحراء جرداء وهواء ملوث والامراض تزداد والسرطانات وخاصة في المناطق الجنوبية وبالفلوجة وبالرحة لان استخدمت الفسفور الابيض واستخدمت اليورانيوم المنظب ضدهم هذه كلها جزء من تلوث البيئة وتلوث الهواء واحد من مفردات تلوث البيئة نتحدث عن تلوث الهواء والعراق من اكثر بلدان العالم تلوثا للهواء انت تنظر الى الموازنات وتفاصيل الموازنات التي يضعونها لا تجد فقرة او تخصيصات تراعي هذه المسألة تراعي تحسين البيئة تحسين الهواء الورش الصغيرة ترمي مياه هذه الورش في نهر دجلة والناس والمياه هي ملوثة وتعقيم المياه غير جيد والناس تصاب بالامراض في امراض الامعاء والمعدة الكارثة كبيرة الحقيقة والتلوث الهواء واحد من الامور الخطيرة جدا جدا وهذه واحدة من الاحصائيات التي تحزن العراقيين هذا الشعب الجميل على بلدهم اللي كان واحى خضراء والناس تأتي من كل مكان يتمتعوا بجماله وبهواء الطيب العليل واذا به بجو خانق يعيش هذا الشعب الجميل الرائع المبدع في جو خانق بسبب هذه الحكومات هذه التي تدعي أنها جاءت من أجل مظلومية العراقيين وجرف الضيم والقهران العراقيين هذه الكذبة الكبيرة أمريكا جاءت بكل الخراب وكل الدمار وكل السرطانات للعراق مع الأسف الشديد بكل هؤلاء هي وإيران يساهمون في ضعاف العراق وقتل العراق ليس فقط ضعافة لا قتل العراق والعراقيين مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزاء المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة